موسيقى السوق الكويت جيد لاستقطاب بالناس تشتيوا وتبيع في الكويت باعتبار أنه في محلات وايد تتعامل في الساعات وقاعد توفر ساعات مستعملة وكذلك شبه يديدة يعني أكثر من الوكالات باعتبار أن المصانع بره في سويسرا شوية قللت الانتاج فالمحلات اللي في الكويت قاعد تستقطب اللي يبون الساعات من الوكالات من المحيط يعني حولنا أو مبرة الكويت ويوفرونا حق الزبون في الكويت موسيقى تجارة الساعات بالنسبة حق العالم يعتبر لها رقم يعني يحسب لها حساب طبعا الرقم الأول هو في العالم حق هونغ كونغ وتايلند وسنغافورة وأوروبة بشكل عام لكن الكويت الآن صارت بديلة حق دبي دبي كان لها السبق بعد هونغ كونغ في العالم الآن شوي خفت النجم في نجم الساعات استعمال الساعات في دبي وصار الكويت حل محلها الحين في من المحيط حولنا يشترون من قطر من الإمارات من السعودية كذلك من أوروبا بعيون بعيون من ألمانيا من إيطاليا من تايلند من هونغ كونغ بعيون يشترون باعتبار أنه في حركة في بيع وفي شراء في حركة في في تداول في يصير في لهم شانس أنه يربح يشيل من المكان ووديه المكان في يصير لها شانس أنه يربح ما كانت في نظرة لشراء الساعات المستعملة أنه يعني كاقتناء أو كاستعمال نظرة طيبة ناس كانت تستنكفل أن تشتري المستعملة باعتبار أنها ملبوس يعني بعدين لا شافوا أن قضية مجوهراته كتحف يعني مثل اللي يشتري لوحة فنية أو يخليها في البيت مو شرط أن يعيد بيع بيع مثلاً صارت نعمل التحف يعني